ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس والأمين العام للمجلس وألقى رئيس الأمن العام كلمة في مستهل الاجتماع ثمن فيها جهود دول مجلس التعاون في العمل معا من أجل مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة الوعي التي تمثل نقطة الانطلاق لمحاربة هذه الآفة معربا عن يقينه بأن ما يليه أعضاء اللجنة الوزارية من حرص واهتمام ومتابعة مستمرة كفيل بتحقيق الأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دول المجلس هذا وقد بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما يسهم في تعزيز وتطوير مجالات التكامل بين دول المجلس وذلك في إطار العمل على تعزيز الجهود الرامية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام نحن ندرك بأنه على الرغم من حجم التحديات التي تواجه العالم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إلا أننا كلنا ثقة بأننا قادرون على تجاوز هذه العقبات من خلال العمل الجاد المشترك والنظرة الاستراتيجية والاستشرافية لدعم وتعزيز أطر النزاهة ومكافحة هذه الآفة بفضل القواعد الحاكمة التي أرسها أصحاب الجلالة والسمو قالت دول المجلس وفي إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد بمتابعة حثيثة من لجلتكم الموقرة ولقد آتت كل تلك الجهود ثمارها في تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس وكذلك تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما من شأنه حماية المكتسبات والثروات الوطنية والإقليمية مما يدفعنا إلى المزيد من العمل لبلورة هذه الجهود في إطار من التعاون والتنسيق في منظومة واحدة وكيان واحد بما ينعكس على التنمية المستدامة وتدعيم العجلة الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة والمزدهرة لمواطني دول المجلس الأخوة الكرام كما أسلفت يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات معالي الشيخ ناصر بن أهلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطانة عمان الشقيقة ويؤسفني أن أنقل إليكم اعتذاره عن عدم تمكنه والوافد المرافق من حضور اجتماعنا هذا بسبب الظروف المناخية التي تمر بها السلطانة حاليا ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ سلطانة عمان قيالة وحكومة وشعبا ونسأله سبحانه أن يكتب لهم خير هذه الرياح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأن يجنبهم شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به